من أنتم؟ من أنتم؟ معمر القذافي غريب الأطوار هل كان عبقرياً أم كان مصاباً بجنون العظمة؟ معمر القذافي بدايةً إحنا لسنا معه ولا ضد إحنا بنديكم معلومات ربما تسمعوها لأول مرة عن هذا الرجل أغرب شخصية في العالم إيش ملابس غريبة؟ ما تعرفش ألوانات مختلفة؟ الحرص بتاعه كامل من النساء ولابد يكونوا من النساء العظروات وما تعرفش ليه من العظروات الخيمة بتاعته اللي واختها معه في كل مكان التصريحات الغريبة ملك ملوك أفريقيا الرجل الذي شغل العالم الرجل الذي شغل الدنيا معمر القذافي أربط الحزام كويس جداً عشان هنطير في رحلة مع أغرب شخصية في العالم الحديث الرجل الغريب الأطوار هل كان عبقرياً أم كان مصاباً بجنون العظمة؟ يلا بينا شير الحلقة فوراً وانت بتتفرج عليها القصة بترجع لسنة 1969 عايزين نقول بداية أن ليبيا استقلت سنة 51 إنما القصة ترجع لسنة 1969 كان ملك ليبيا اسمه السنوسي إدريس السنوسي وعلى فكرة إدريس السنوسي من الأدارسة من الأشراف الأدارسة إدريس السنوسي كان ملك ليبيا وكان ري المسنة عنده 80 سنة وكان مريض وتعبان فقرر أنه يروح يتعالج في تركيا وتنازل عن العرش لابنه وصافر جبل ما يتنفس قرار تنازل عن العرش راح جام انقلاب على السنوسي لما عملوا الانقلاب ده الانقلاب نجح لذلك سموه الصورة البيضاء الكلام ده كان في 1 سبتمبر 1969 لذلك سموها صورة الفاتح من سبتمبر لما جاموا بالصورة لما جاموا بالانقلاب على السنوسي بعد ما جاموا بالانقلاب والانقلاب نجح مش عارفين يعملوا ايه وهادي كارثة الصورات كاملة انك عايز تعمل صورة لكن مش عارف انت هتعملي بعد كده فده اللي حصل بالزبط وهم عملوا الانقلاب والانقلاب نجح بس هيعملوا ايه مش عارفين يعملوا ايه ما عندهمش ابجديات الحكم مش عارفين يسيروا الدولة فبعتوا لمن بعتوا للرئيس جمال عبد الناصر جالولوا احنا في حزبيس ومش عارفين نعمل ايه فعبد الناصر مسدد راح بعطلهم خبراء وبعطلهم وفود عشان يدربوهم ويعلموهم الكلام ده كل لما راحوا الخبراء والوفود دولة ليبيا علشان يشوفوا الصوار اللي عملوا الصورة دي لجيوا اكبر واحد فيهم عنده 30 سنة يعني اتزهلوا ولجيوا قائد الانقلاب ملازم اول اسمه معمر القزافي عنده 27 سنة بس ايه ده لسه شاب صغير عنده 27 سنة معمر القزافي طب مين معمر القزافي اللي عمل الانقلاب على السنوس ده مين هو معمر القزافي ده معمر القزافي معمر محمد عبد السلام القزافي ولد في 7 يونيو 1942 من قبيلة القزاز ففسرت خاد السنوية وبعد السنوية التحق بالجيش وفي الجيش انضم لتنظيم اسمه الضباق الوحدويون الاحرار خدوا بالكم كل شيء متأثر بعبد الناصر الناس اللي في العراق عبد الكريم قاسم وصدام حسين متأثرين بالزعيم عبد الناصر عبد الناصر كان بالنسبة للقزافي يعني شيء الالهام الابداع شيء يعني هو اللي في خياله ان هو عايز يوبا زي الزعيم جمال عبد الناصر وسموا الزباط الوحدويين ورحوا عملوا الصورة اللي أنا جلت عليها الانقلاب اللي أنا جلت عليها من شوية وبعدين بعتوا لعبد الناصر وعبد الناصر بعت لهم الوفود وكانت بعدها بربح شهور عبد الناصر زار ليبيا والتقى بمعمر القزافي وشهد على اول زواجة للقزافي من وحدة اسمها فتحية نوري خالد انجب منها محمد وطلقها بعد سنة سنة 1970 القزافي جات له الزايدة دخل المستشفى في المستشفى شاف ممرضة اسمها صفية فركاش واجح في غرامها من اول لحظة رح متجوز بيها اتجوز بصفية فركاش وانجب منها بجا ولاده كاملين انجب منها سيف الاسلام السعدي هانبال المعتصم خميس سيف العرب سنة 1971 توفي الرئيس يمال عبد الناصر القزافي شعر انه يتيم يتيم سياسي ومع ذلك القزافي جالك انا الزعيم يعني انا احق بالزعامة من مين من اي حد تاني ليه لان انا هو خليفة عبد الناصر وما كانش على وفاق ابدا مع السادات خالص لان هو كان شاف ان السادات مش ماشي على خطة عبد الناصر وكان السادات كان يسمي القزافي يسميه المعتوة ليه يسميه المعتوة لان القزافي كان مرة راح المانيا وطلب من الالمان ان هم يعملون له قنبلة قنبلة زرية ولا نووية وما كانش يعرف القزافي في الوقت ده ان هذه الاشياء هي صناعة محلية يعني ما ينفعش حد يصنعها لك فلذلك السادات كان بيسميه يسمي القزافي يسميه المعتوة لضرية ان الامور توطرت بين مصر وليبيا ايام هو القزافي ساعد في حرب اكتوبر ولكن حصل حية غريبة جدا وعجيبة جدا في حرب اكتوبر القزافي سنة 73 لما جمت حرب اكتوبر جال بالدنيا ازاي ما تقولوا ليش ازاي انت رايحين تحاربوا من غيري ايه يا عم ده احنا مشاركين مع بعض في الحرب ده هذا قرار سيادي للدولة قرار في منتهى السرية محدش عارفه غير القائد الاعلى لقوات المسلحة واللي هما رؤساء الافرع ورئيس هيئة الاركان ورئيس غرفة العمليات محدش يعرفه خالص ازاي انت عايز تعرف قرار دولة اخرى رايحة تحارب لما عمل السادات المفاوضات السلام قلب على السادات وما بجيش يحب السادات وبعدين حصلت حربة بين مصر وليبيا لمدة اربعة ايام حرب مصر مع ليبيا لمدة اربعة ايام واجع فيها طبعا ضحايا كتيرة سنة 1975 القذافي عمل حية غريبة جدا طلع علينا كده ورح عمل كتاب اسمه الكتاب الاخضر ايه الكتاب الاخضر ده معلم ده القذافي حط فيه الفلسفة بتاعته فلسفة الحياة يعني جالك مثلا ان الرجل ذكر وان المرأة انسة حيات غريبة يعني جال حيات غريبة لكن اهم ما طرحوا في هذا الكتاب الكتاب الاخضر جالك احنا العالم المفروض يتخلص من فكرة الاحزاب والرؤساء المفروض الجماهير تحكم نفسها بنفسها يعني كل واحد يبهو رئيس دولة كيف يعمل كلام ده ما تعرفش المهم جالك وابناء عليه انا مش رئيس جمهورية انا ما رئيسش انا المرشد بتاع الصورة انا مرشد الصورة وسمى ليبيا سماها الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ورح مسمى نفسه الاخ القائد الزعيم مرشد الصورة الاخ العقيد معمر القذافي يعني تاخد اسبوع عطلة علشان تقول اسم معمر القذافي ورح عمل القذافي حاجة غريبة جدا عمل اللجان السورية يعني هو زي ما تقول النجل التاجر ببتاعة مصر وعمل ايه عمل اللجان السورية انشأ اللجان السورية اللجان السورية ده كان فايدتها ان هي تحارب الفساد لكن هي كانت مرعبة للشعب كله والسيدة اللي كانت اكثر رعبا واحدة ست اسمها هدى بن عامر هدى بن عامر دي كانت درع القزافي اليمين وكانت اكتر واحدة مرعبة القزافي طرد امريكا طرد القواعد الامريكية اللي موجودة وامم البترول بتاعت ليبيا وبالتالي دخل في مواجهة ساخنة بينه وبين امريكا جامت اللجان السورية عمل حرقة صفارة امريكا في طرابلوس علشان القزافي بجا يطلع زعيم رئيس الامريكي في الوقت دواتي ريجان رولند ريجان وصف القزافي بانه كلب الشرق الاوسط المصعور فحضرت امريكا استراد البترون من مين؟ من ليبيا سنة 82 سنة 85 عمل القزافي في البحر الابيض المتوسط خطس مخط الموت منع اي حد يتقدم هذا الخط فجات امريكا راح تبعت طيارة كده تحوم راح ضربها القزافي ضربها راح مسجطها منزلها راح امريكا اغرقت مدمرتين ليبيتين في مياه البحر الابيض المتوسط القزافي يسكوتش لا راح مدمر ديسكو في برلين سنة 86 جالك الدسكو ده بيصهروا فيه ايه الامريكان اذا بيجت فيه مشكلة كبيرة جدا بين امريكا وبين ليبيا ضربت امريكا سنة 86 قواعد عسكرية ليبيا في مدينة العزيزية وكان القزافي جاعت في العزيزية بس جات له معلومات استخباراتية من ايطاليا وهم الاطاليان كانوا اصدقاء وفاكري انتم برلسكوني والقصة دياتي والخيمة اللي كان بيقوتها ويقعد بها جدام القزر ادلوا معلومات استخباراتية بان امريكا هتضرب في الحتة دياتي فرح هرب مشي فنافت بحياته بان كده القزافي جدام العالم كله ان هو الزعيم ان هو اللي بيحارب امريكا وان ليبيا دي دولة عزمة فرح مغير اسم ليبيا كمان ورح مسميها الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العزمة يلا باجا مش مهم القزافي كان في حاجة غريبة جدا كان يسمع عن اي حتة فيها انفصاليين يروح يدعمها اي انفصاليين يروح يدعمهم على طول فدعم الانفصاليين اللي موجدين في المغرب في المملكة المغربية جابها اسمها جابهة البولوس هاريو البولوس هاريو دولة ناس عايزين ياخدوا الصحراء المغربية ويسيطروا عليها ويعملوا فيها دولة فهو علشان ما كانش بيحب الملك الحسن الثاني فدعمهم دعمهم بالمليارات بالمليارات ايش الزلاع ويش فلوس ويش كل شيء لضرأة ان سنة 71 جام انقلاب في المغرب اسمه انقلاب الصخيرات واحد اسمه اعبابه انقلب على الملك الحسن الثاني اول ما ازيع بيان الانقلاب في المغرب اول واحد ايده في كوكب الارض هو القزافي ما كانش يحب الملك الحسن الثاني ابدا وفيه وقع كده غريبة جدا كان القذافي بيحضر مؤتمر قمة في مصر وبعدين هو ما كانش يحب أصلا حد يعني علاقته بالناس كلها كانت مضروبة في الصفر فبيكلم الملك فيصل فبيقول له يا فيصل فالملك حسن الملك الحسن التاني بيقول له يعني فيه ايتيكيت وفيه قواعد وفيه جلالة الملك فيصل كيف تقول له يا فيصل فقال له اسكت انت حسن فاخده الرئيس جمال عبد الناصر تحت باطه كده وطلع بي بره جل عيب عليك ما تفتحناش انت لسه عامل الصورة اول امبارح لسه عامل انقلاب اول امبارح ماكملتش اربح شهور جاي تقول للناس اللي هم يعني اجداد اجدادهم ملوك تقول لهم فيه قواعد جلالة الملك الحسن جلالة الملك فيصل فالقذافي ما كانش يحب حد فدعم الانفصاليين اللي موجودين في المغرب مش بس كده دخل الحرب الاهلية في تيشاد ودعم الانفصاليين في تيشاد لدرجة انتشاد دخلت ليبيا وهزي الحرب بتاعت تيشاد اسرة فيها مين اسرة فيها خليفة حفتر لما اتأثر خليفة حفتر القذافي ما ادهاش فيه باعه سابه سابه المصير المحتوم فلما افرق عنه طلع حفتر على فين طلع راح عايش في امريكا واخت الجنسية الامريكية وما كانش يحب القذافي واي يعني اي مخططات للانقلاب على القذافي او اغتياله كان يشارك فيها حفتر راح حكم عليه القذافي بالاعدام غيابي فجعت حفتر في امريكا مستني اللحظة المناسبة علشان ينط فيها على وهتيجي اللحظة المناسبة من حسن حظه لو كيربي 1991 اتهمت امريكا القذافي بانه وورا تفجير طائرة لو كيربي وفرضت حظر جوه على ليبيا وجمدت الاموال وعمل تلك وارث وفي ساعة هدياتي القادة العرب ما وجفوه جنب القذافي لي لانه هو غلطان يعني هو كيدور عن المشاكل انا عايزكم تتصوروا يا جماعة هذه الثروة القذافي كان عنده اكبر احتياطي من العملة الصعبة في العالم كامل وكان عنده النفط يعني لو القذافي في 42 سنة دي رجل حكيم كان خلى ليبيا دي احسن من المانيا احسن من فرنسا احسن من اوروبا كان خلىها احسن دولة في العالم ليه لان عدد سكان الليبيين قليل والدينار الليبي كان طالع جدا وكانت كل الدول عما طرح تشتغل في ليبيا فهذه الصروة الطائلة لو استغلها القذافي في بناء مدارس في بناء جامعات في بناء مستشفات في البنية التحتية كان خلى ليبيا دي وكان بعد بعيد عن المشاكل دي بعد بعيد عن امريكا والضرب ومش عارف ايه والزعامة كان اشتغل على بلده بس الاخوة الليبيين اللي بيشوفونا دلوقت يعارفين الكلام ده ففرضت امريكا حصار شعبية القذافي طاحت مرة ما بجيش عنده شعبية في ليبيا شعبية القذافي نزلت خالص وخاصة بعد في سنة 96 عملوا مجزر اسمها سجن ابو سويلم قتلوا الف سجين ودفنوه في ساحة السجن فشعبية القذافي يعني انهارت مرة بعد سقوط العراق القذافي حس كده ان فيه يعني كارثة جاية شاف بجا صدام حسين والهيبة بتاعته وسقط والعراق سقطت فجالك الدور عالميا والدور على ليبيا فجر واطي جر واطي راح عمل ايه دفع اعترف بانه هما اللي عملوا لو كيربي وسلمهم اللي عمل اللي فجر طائرة لو كيربي ودفع حوالي 2 مليار وزيادة تعويضات للناس بتاعت لو كيربي وبناء عليه امريكا راح ايه فكت الحصار عن مين عن القذافي القذافي بعد هذا اتاجه ناحية افريقيا جل لك شوف العرب دولة مفهومش فايدة لانهما اللي هو كان بيحبهم انتوا عفاكرين حكاية لما كان في مصر في القمة العربية والحرس بتوعه وتخنجه مع الحرس بتاع حسن مبارك وضربوا بعضهم يعني لا يمكن القذافي يروح قمة من غير ما يسير الجدل لازم ويشتم اي حد ما يهموش يعني مفكر ان دي هي دي الزعامة ان انت تشتم فما تعرفش دماغي القذافي كانت ازاي يعني بتفهمش الريل ده بتفهموش كان بيفكر ازاي اتجه ناحية افريقيا وبيجي رئيس الاتحاد الافريقيا ورح منصب نفسه ايه بجاه ملك ملوك افريقيا لان هو كان بيغير من الملكية يعني كانت نفسه في حيث يعني هم لا يدور على منصب يركب معاه الاخ القائد حلوة بس مش شية الاخ العقيد مش شية مرشد الصورة مش هي الزعيم مش هي فرح جال لك لا اش معنى الملك الحسن يبه ملك واش معنى الملك فيصل يبه ملك يعني ملك كمان ملك فعمل نفسه ايه عمل نفسه ملك ملوك افريقيا ونصب نفسه ملك ملوك افريقيا وبيجي يغدق على الافريكانو يعني من صروات ليبيا ما لا تتصوره في سنة 2009 رح القذافي الامم المتحدة وكانت دي كانت اخر زيارة الامم المتحدة جعد يخطب في الامم المتحدة القذافي ساعة ونص ساعة ونص الناس نامت وبتشخر في القاعة بتاع الامم المتحدة والقذافي اده ماشي المثاق اده انقطع المثاق وقطع مثاق الامم المتحدة واقترح اقتراحات بتاعته اللي هي العبقرية جال لك احنا نعمل دولة اسمها اسراطين دولة واحدة اسمها اسراطين يعني ما نعملش دولتين زي ما امريكا مقترحة ولا الدول مقترحة لا نعمل دولة واحدة اسمها اسراطين لا هي اسرائيل ولا هي فلسطين اسراطين ويعيشوا مع بعضهم في الدولة دياتي ويحبوا بعضه وسلام وامان يعني ايه ما تفهمش وقطع مساق الامم ساعة ونص هو بيخطف في الامم المتحدة لحد سنة 2011 في 2011 ارباجة وقعت الواقعة في 2011 جامت صورات الربيع العربي جامت الصورة في تونس وبعدين انتقلت ايه انتقلت لليبيا وانتقلت لمصر وانتقلت شرارة الصورة في معظم البلدان العربية لما الصورة جامت في ليبيا القذافي مش مسدج يعني يعني الانكار انت عارف انت هو مش جدر يستوعب يعني ازاي الشعب زي ده هو متصور ان هو الزعيم وهو كل شيء هو المرشد هو الاب الروحي يعني هو قال لك انا ما عنديش منصب انا مش مش رئيس لا انا ما عنديش منصب ازاي الناس تصور علي فهو مش متخيل ان بعد 42 سنة من القوة من الزعامة من السيطرة من المال من كل شيء ان الناس تصور علي مش جدر الفكرة مش دخلة في دماغه يعني لذلك حتى تشوف رد فيه انتم مين فقران عشان تصور علي انا فشوف بيعامل شوف الفكرة اللي كان وقت عن شعبه ازاي اللي ظهرت فيه هذه اللحظات ان هو الشعب ده بالنسبة له ولا شيء يعني هو ما فكرش في يوم من الايام ان هذا الصروة الطائلة طول 42 سنة يبني ليبيا يعمل حضارة يعمل جامعات يعمل مدارس يعمل مستشفيات يعمل بنية تحتية يخلي ليبيا دياتي اقوى دولة في العالم ده حتى جيش متعملش يعني هو لا اتعملت بنية تحتية وانتعملت مدارس ولا حتى جيش ليبيا اتعمل باجت يقوى شوية كتائب فمش مسدق القذافي ان فيه صورة جاملة ضده فجعد يخطب في الناس كل يوم يطلع يخطب وكل يوم يقول لك انتم من انتم وزنجة زنجة وشارع شارع ودار دار لحد ما الكتائب بتاعت الصورة كل يوم تتوغى كل يوم تاخد هنا وتاخد هنا وتاخد هنا لحد ما حصل القذافي فاضطر يهرب في العربيات بهذا الاسطول من العربيات فجدت معلومات استخباراتية ان القذافي يقول لك اللي صرب المعلومات دي المخابرات الالمانية ويقول لك اللي صربوها حلف الناتو اما هم ما تعرفش مين اللي صرب المعلومات في النهاية فضربوا العربيات ديات بتاعته بتاعت القذافي سرب العربيات فنط القذافي من العربية وطلع يجري طلع يجري وبتده يدسه يستخبه في الحفر فخلاص بجت الامور سهلة بسيطة فرحوا هب ايه تكلبوش راحوا جابدين على القذافي وعلى الناس اللي معاه وكانت نهاية مفزعة كانت نهاية مؤلمة جدا يعني احنا لما نقارن مثلا نهاية مبارك مثلا مبارك يعني ترفع له القبعة لانه جي في اللحظة المناسبة وجالك انا بتنح انا بتنازل عشان بلدي عشان البلد ما تخربش فده يحسب لي لان مبارك كان بطل كان بطل في 73 في حرب 73 مبارك كان بطل كان قائد القوات الجوية وكمان اتربع لأدين السادات فحب البلد فقال لك لأنا مش عايز البلد تخرب انا هتنازل لما تقارن بمثلا صدام صدام مات منتصبا يعني مات في اللحظة الاخيرة اللي حكموه الامريكان لما تقارن مثلا ببين علي بين علي طلع اسكى واحد فيهم كاملين هب نبط جامع اللي يقدر عليه وطرع السعودية يعني اصلا مليوش دعو بالبلد تحس ان بين علي ده وقتا ما كانش اصلا تونسي كان نازل ترانزيت في تونس القذافي جبضوا عليه وللأسف الشديد كان من المفترض ان القذافي كان يحاكم على هذه الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب الليبي ليه لان انت جتلته يعني انت جتلت القصة انت اختصرت 42 سنة في لحظة واحدة بس 42 سنة من اللي عمله القذافي اختصرته في لحظة لا كان لازم يحاكم عشان تتفتح الملفات والناس تعرف القذافي عمل ايه وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا لكن طبعا انتوا عارفين لما بتكون في صورة ولا يكون في بتكون ناس متحمسة وعايزة انتقم وروح اللي مش عارف ايه فقتل القذافي شر قتله على شاشات التلفزيون وشفناها كاملين وللأسف محدش حتى يعرف جسته فين اختفت جست القذافي وقالت ليبيا الى ما قالت اليه من الانقسام ومن الفرقة وطبعا لجي خليفة حفطر هذه فرصة مناسبة للعودة الى ليبيا مرة اخرى وعاد الى ليبيا مرة اخرى احنا كنا حكينا لكم حكايات خليفة حفطر لما تأصر في حرب الشات زي ما قلت لكم احنا لسنا مع القذافي ولا ضد القذافي احنا مع الليبيين احنا مع الشعب الليبي الشعب الليبي العظيم الشعب الليبي الكبير الشعب الليبي الصابر الشعب الليبي الذي تحمل الكثير من الصعاب احنا مع الشعب الليبي احنا نحب الشعب الليبي ونتمنى له الخير والامن والسلام ونتمنى ان تنقض ليبيا العظيمة مرة اخرى شيروا هذه الحلقة فورا وأربطوا الحزام وصلنا بالسلامة وإيه وشكرا